جاو مدينة مالية أخرى تسقط بيد جماعة التوحيد والجهاد المرتبطة بتنظيم القاعدة شهدت المدينة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مسلحي الجماعة والمتمردين الطوارق الذين يرفعون لواء جبهة تحرير أزواد اشتباكات أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرح بالعشرات ومقتل وإصابة عدد من قادة الجبهة شهود العيان تحدثوا عن سيطرة القاعدة على معسكر للطوارق قرب مطار المدينة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توري ونفوذ الحركات المرتبطة بتنظيم القاعدة من جهة والمتمردين الطوارق من جهة أخرى أخذوا بالتوسع فالجانبان سيطر على تنبكتو وكيدال وقاو شمال البلاد الطوارق أعلنوا الاستقلال بشكل أحادي الجانب وحركة التوحيد والجهاد سعت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها وعاقبت كل من ترى أنه يخالف تعاليم الشريعة أما الجيش المالي والحكومة الانتقالية الذين ينتظران النتائج لقاء مجموعة إكواس يوم الجموعة المقبل فيعانيان من عجز على استعادة الأراضي التي فقدوها وعجز على تقديم العون لألاف اللاجئين من مناطق النزاع ترجمة نانسي قنقر